أنا برضه في جزء التشكيل الرامي قولي المشكلة اللي ممكن يواجهها موسماني في المراكز اللي ممكن يخترع في المطش الجاي في التشكيل هل يعني أستاذ موسم بقول ممكن معلول لكن معلول ممكن لو مش موجود أيمن أشرف موجود إيه المراكز اللي كانت باينة جدا فيه صعب أن يتم اختيار بعض اللي عبين فيها لا هو مش صعب اختيار لكن أنا مش حقيقة مش عارفين لسه الحالة بالنسبة لمحمد هاني محمد هاني في المباراة دي أو في الشيط الأول ظهر بأنه كان عنده بارد كان في كدمة كان عنده إصابة طريبا ولعب عليها غالبا حسب برضه ما تجي من هناك يعني فمعرفش بفكرة أن محمد هاني ممكن يشارك ولا أه وبعدين محمد هاني برضه يعني عشان هو جنب لمن ده فيه مشكلة فيه مشكلة يعني مهاني وقدامه كمان وقدامه والناحية المركز الهوف دي مشكلة كبيرة جدا على الرغم أن يعني فيه مجموعة موجودة زي حسين الشعاعات زي وليد تليمان أحيانا بس وليد تليمان طبعا بقاله فترة ما بياخدش أنه هو بيبدأ أساسي لكن الناحية اليمين هي أعتقد هي حسين الشعاعات هو اللي دايما كان موجود وواضح أن الرجل يعني أخذ قرار بيجلوسه على الدكتة ما يبدأش به طبعا أو ما يعتمدش عليه يعني هو حسين يعني يعني يمكن كان ظاهر بشكل كويس إلى حد ما في العين الأماراتي لكن لما جي الناد الأهلي حاليا لحد الوقت مش قادر يقنع نادي الأهلي ولا جماهيره ولا أي حد خلاص بيتابع الناد الأهلي أنه هو يعتمد عليه أو يكون مصدر ثقة بالنسبة للناد الأهلي في ناحية اليمينة صير كهرباء بعد مشاركته عندك معلومة في حاجة زي كده؟ محمول كهرباء طبعا أنه هو المشكلة اللي هو عملها مع موسيماني ما زالت هي مؤسرة طبعا ده مؤكد بالإضافة إلى مش فني يعني لا مش يعني دي جزء الجزء الثاني المتابعة برضو للتدريبات الناد الأهلي كهرباء مش من نوعية اللعيبة اللي بتكتهت في التمرين واللي هي بتبقى عايزة ترجع وعايزة تشارك بصفة أساسية فبالتالي دي نقطة مهمة جدا أنه عشان خاطر تاخد تاني لسقط المدير الفني وانت حالك كنت العيب وحيانا كتير جدا كنت بتقعد احتياطي لكن كنت بتجبر بعد كده مدير الفني إن هو يلعبك بيكتادك في التمرين وكل عيبة كده لكن كهرباء الحقيقة أعتقد اللي متابعة الناد الأهلي مش هو ما بيتمرنش بالشكل اللي هو يخلي مسيماني أو يخلي أي جهاز فني يعدم دعلي